السلام عليكم بخوتي تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمار الى الجنوب ومن الشرق الغرب بلا ما ننسى وخوتنا اللي في الغربة سمحونا يا خوتي عدينا يومين وكنا بعد عليكم وما قدرناش ديروا لي فيديو لضرورة القصوى اللي غالب كنا مرضى وما زال ان شاء الله رح يمكن نزيد نغيب عليكم بسبب المرض ان شاء الله دعونا ربي ان شاء الله لنا بالشفاء وكل المومني ان شاء الله وكل خوتنا المرضى للاسف كنا غيبين وممكن زيدوا وراح ينغيبوا وممكن هذا اخر فيديو الى غاية ان شاء الله ما تحس الاحوال ان شاء الله ونرجعوا باكثر قوة ان شاء الله ونرجعوا بالجديد ان شاء الله اذا انا ما نسميش اليوم مقابلة عليهم خسارة المنتخب الوطني انا بالعكس انا نسميه مقابلة عليهم هو نصر لشباب قادم ان شاء الله اليوم مقابلة صحيح ان اخسرنا مقابلة عادي شيء طبيعي او امر عادي جدا انا ما نسميش خسارة مبروك علينا الشباب انتعنا مبروك علينا منتخب للمستقبل اه كسبنا منتخب قوي كسبنا لاعبين مستوى عالي كسبنا فرضيات من احسن اللاعبين في البطولة كاملة من اليوم المقابلة لولة امريطانيا عرفت باللي عدنا فرضيات لامعة عدنا فرضيات من احسن الفرضيات في الضوارة كاملة ان شاء الله هنوصل العمل مستمر باش يكونوا هذس من اللاعبين من لالنوعية احسن في افريقيا كامل وليس في البطولة العربية كاملة ان شاء الله. ان شاء الله العمل يتواصل. عندي ملاحظات على بعض الأمور. الأول شي على الطقس والملعب. الملعب متفاهمين فيه وضرنا فيه. سابقا قد نكتب تلك البيان قد تلك كاميرا من الغالب. معنى وضعش ندير فيديو رأني مريض تعبال. ما يبصح معليش. نزيده بينه الخوض معه. الملعب كما قلت لك المقبل متفاهمين عليه قبل المقابلة. نسمي نهائي سواء الجزائر ضد تونس أو السعودية ضد مصر. هذي متفاهمين فيها بلي الملعب بظروف بلد المنظم عنده احتفال تنتهي وكذا وكذا استعمل ملعب القاهي. اتبقى الطقس والحرارة والتوقيت هذا صح. رح يضروا اللاعبين شي ما فرغوا منه الربعة وصخانة هذا شي ما فرغوا منه أثر عليهم نوعا ما. خاصة المقابلة نهائيا من الأحسن تكون تلعب في الليل. لكن انا قلت هاو نعودها. حاجة ما تددي إلا الحاجة اللي كتبت لك. ما تددي إلا الحاجة اللي كتبت لك. كون كاتبنا ربي سبحانه ان نددو الكاس ندوها. نددوها ان شاء الله يكونو العرب كامل ضدنا. ونلعبو على واحدة العشية كم نقولو تأسخانة. ونلعب سي كونت ولا سواسونت. درجة الحرارة. ونتدوها الكاس. وكون عد ربي مش نكاتبنا انو ندوش الكاس مندوهاش الكاس. كون نلعبو في روسيا ونلعبو ربعة تحت الصفر. ونلعبو على التسعة تعليل وبنندوهاش وعشر تعليل وبنندوهاش. تتبقى التوقيت انا شفت الحاكم الاماراتي لما صفر الحاكم نهاية الشوط الأول انا شفت اللاعبين تواعنا خرجوا عادي بالمقابل المنتخب السعودي اللاعبين كامل طاحوا في الأرض اعلاش اللاعبين السعوديين طاحوا في الأرض ولاعبين اخرجوا عادي مصر فيها طرطبة فيها الميديتي السعودية جوها جاف صحراء جوها جاف يعني كليمة سك ما هي شي فيها الرطوبة ما يقدروش بالأكس الجو هذا ما يخدمش السعودية ما يخدمش السعودية السعودية يخدمها الحرارة المرتفعة بالصح بدون الرطوبة هذه هي اللي ذرة السعودية شوط أول صفر الحاكم واللي حاب يتأكد يرجع نعم ما لش نجيبوكم شيء خارق بالعادة ولا بالفضاء أخي كاين الماتش أعاودوا الماتش وشوفوا كي سفر الحاكم برك شكل يطاحوا في الأرض هل اللاعبين الجزائرين ولا السعوديين برك هذا المكان ما طلبناش حاجة مساحلة اليوتيوب كاين والملخصات كاينة وعاودوا شوفوا شوط لو أخي يكمل برك هذا ما طلبنا منكم تتبقى ملاحظة ثانية على اللاعب سعودي عبد الله الرديف أنا سمعت الصفحات وبعض قل لك لقينات 99 أدخل لجوجل صح صحيح تلقاه مكتبها 99 أنا مش مكذب الناس حقيقة صح 99 كاتبينه شكل يكاتبوا أنا نحب نعرف كاتبته ويكيبيديا أسكو خشيت الموقع الهلال لقيته 99 نعطيك بحاجة أخرى أنا لقيته 2003 مما أحل هنا من هذه 2003 هو شارك في نادي سالهلال الأقل من 17 سنة في 2020 كونو لوجيك برك النصر فارق قوي ولا لا الأهل السعودي فارق قوي ولا نظر هدم الزوج برك هدم الزوج ما يقدرش يهزوا الريزارب متحفظ على اللاعب ويشكيوا به يقدروا إنها في رقة كبيرة في السعودية كيفاه هذا يدي السات أقل من 17 سنة هو عنده 21 سنة يلعب معهم وقال من 17 مش لانجير يشكيوا به ويديوا لبوا ويديوا النقاط كامل السيد زيد في 2000 و 3000 اللي حب يصدق صدق اللي ما يحبش يصدق مش عن ديروله السيد زيد في 2000 و 3000 ودل لكاينة يعني لكل حال سيد في 2000 و 3000 99 اللي مش يكثف الناس كائنة صح 99 بس هذه المعلومة راهي غالطة غالطة سيد زيد في 2000 و 3000 لو جاب في 99 الأهل السعودي والنصري السعودي يشكوا به ما تخرجهمش كيفاه هذا سجل ضد الأندية انت وحهم هو أقل من 17 سنة هو عنده 21 سنة ماش نرمال يهزوا الرزارف يدوا لنا النقاط بس حماما ما تدروا لا رزارف لأولو النصر السعودي فريق عنده أموال وعنده الجاه وعنده المعارف كما نقوله والسلطة نفس الشيء الأهلي هذه بين قوسة إذن هذا الشيء متفاهمين فيه والحرارة والرطبة متفاهمين فيه دورك نروحوا شوية تجانب التقني الفيديو السابق شجعنا وش اسموه لا سعت وقلنا لو تيك الصحة ومشات لك حقيقة مشات له خرج واجعه دي هذا المليو الدفنسيف ودخل عمار أوفنسيف مشات له مركب دوبيت بس حين هذي تنحي جوار ودخل جوار مشات لك مرة اسكو يعني كل مرة تبقى تعاود في نفس الطريقة يعني وش معناها هذا معناها رأنا نقزنو ولا نلعبه في الحظ ولا عدنا استراتيجية ولا منهجية علمية حبيت نعرف إلا استراتيجية ومنهجية مش بالطريقة هذي هذي رايك شغل داخله في التكزان راو عدي قزن أنا يا ما يهمني أنا عمار عندهم مستوى ندخل برمير ميطا نزيد لكم عمار لما دخل الكاش ما دير نقطع ما ديرش ما ديرش نقول عمار مشهول عمار لا عمار ما ديرش لأن السعودية درساته والسعودية والمنتخب السعودي درسونا وحافظونا وقراؤنا قراية ما لقرية السعودية ضعيفة نحن برسارة ما وش فريق كبير 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 ضعيف ونعطيك مبركة لبراف ضعيف لما هما سعودية درسونا وشنا وش قاعدين نديرو أنا ما نيش لانترينير ما نقدرش ندخل في خدمة لانترينير بصحنا طينر انت لازم تدرس السعودية وتشوف النقاط بضعفة السعودية وتستغلها تدخل عمار ولا تدخل زيد ولا عمر ولا مراد ولا ميه مناش ميش كل يدخل بصح كين لعبين راحوا معنا من هنا راحوا مع المتخب الوطني المحترفين في أوروبا ما نلعبوش دقيقة واحدة هذا مش معقول بين قوسي الشيء الآخر احنا نشوف ندخل لجوار باش نجيب الإضافة ومش ندخل للجوار نخرجو نعاود نكرر سيناريو تونس اهي تصلح لي مشاتلك مرة مش ديما كل يوم العيد مش كل يوم العيد يا اخي انا يام بدن وشوف نقاط الضعف نتعى السعودية ونستغلها هذه ما كاش حاجة أخيرة باش نختم بلون تريناير الدخل بالمختار ونعماني بالمختار اوقتش دخل دقيقة 86 ونحن خاسرين مش نرمال مش نرمال انه جوار عطاكم دقيقة 86 مش عيعطيك هذا رح نقزنه ثاني ونقوله احنا ديما نمركو في دقيقة 93 لا كيش هذه تكزان كان منهجية عمل منهجية عمل مش بالطريقة هذي كان منهجية عمل تبقى السعودية السعودية انا شوف السعودية صح مركات النبي وكذا وضيعوا ضربة جازات مي بصح السعودية لما احنا نقوله الشوطلول ما عليش انا كنا ضيعنا مي بصح الشوطلول بول بينا واحده يبقى دي بالون يذي خدمة الانترينير اه تفهم معالي جوار تاو اقالوا مدوا البالون بعضاكم خلي زوز في البوينت خلي زوز في منترا راس الحربة كارس حربة وقلهم ما تباصيو بعضاكم واحد يحكم الباطاد رواط واحد لقوش واحكموا وتفهموا وبصور بعضاهم انا لدينا خدمة الانترينير مش رجل ونها خدمتو هي خدمة الانترينير الانترينير هو اللي يزيير اللي جوان تاو يقل ما نلعب بعضاكم ما تعدوش تلعبوا كل واحد واحده يسمى كل واحد واحده وراح الانترينير وراح تلمسه على الانترينير اسمها ما مكانش هذي حاجة الاخرى ما ننساش مركينا البيت هدف تعادل تعبول بينها كي سجلنا الهدف ألا ما قتلناش السعودية ألا ما بقيناش نضغط عليها ونبريسيوها خطرة الشوط الثاني جو تحسن ما عادش تسخانها بزال ألا ما ضغطناش عليها ونبريسيوها ألا متأكد لو ضغطنا عليها وبقينا نضغط على السعودية وحتى رأنا خرجنا مليون ديفونسي نقدر نزيد عاود الدخول مليون ديفونسي ونبقى ونضغط على السعودية ونسجلنا هدفين اقولكم نقتلهم يبصرح احنا لا احنا سجلنا هدف تعادل اخلينا السعودية تاخذ المبادرة والأخطاء تبقى تونتي وليوم انا تونتي ومهرة ما داروش بزال مليون ما كين بوكو ديشي بوكو أخطاء يعني أخطاء في التمرير انا ملومش بيجوير بزال فعلاش انا تونتي اريار دروات مقابل الاولى ضاير ايمن العبدر كي رجعتوا الاريار قوش يدير شوية للأخطاء يدير اخطاء مهرة اليوم ملقاش روحه مليش عارفين ممكن ما الخوف مقابلة نهائية انا عندي الف عذر لجوار نعقيم الف عذر بيبصح من الاخر مخسرناش مخسرناش خلاص وربحنا منتخب مخسرناش خلاص مخسرناش خلاص مخسرناش خلاص انا كسبت منتخب انا اتمنى حاجة واحدة منتخب هذا يعتنو به ويعطولو ووفرولو كل شي ان شاء الله تصفية لعب اولمبية ولما لا تصفية الفئة اقل من 20 سنة ندعم المنتخب هذا الى طر الامر الى لاصيت اطولو فرصة الى تحسن مع المنتخب هذا ويعطنا نشوفوا لعب جامعي اللهم بارك الى بقات كما هكا غير الجوار اللي يصنعوا الفارق نشوفوا انترينار اللي عنده كفاءة وعنده طريق تلاعب وعنده منهجية عمل لازم عندنا لعب جامعي لازم عندنا لعب فردياتي اللي تنقذنا ومشو حل هذا اذا ما نعتمدوا على الفرديات نعطيه فرصة نشوفه الى تحسن المنتخب وعاد المنتخب هذا يلعب لعب جامعي اللهم بارك الى مزال يلعب غير فرديات نجبه انترينار اللي يسقل هذه المواهب وهذه الفرديات الذوب في المجموعة وعنده لعب جامعي اذا برافول شبان جزار ما نخسرناش وما نحزنوش وعطيهم الصحة وما خلاص يعني ما نقاوش الحزن وانا خسرنا احنا ربحنا وبينا للناس مستوى عالي مستوى عالي اذا خوتي اخر فيديو ممكن الى براينا ان شاء الله والى ارتحنا وربي يشفينا ويشفي كل المرضى ان شاء الله انا نرجعلكم ادعونا معكم ان شاء الله ما كنا اظلمنا حتى واحد وسمحونا الى اغلقنا في اي واحد فالخير متقعنا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته